معنا الآن عبد الواحد من الجزائر حياك الله مجدداً أخي عبد الواحد سلام عليكم ورحمة الله كان هناك سؤالين لديكم معذرة منكم لم نستطع أن نسمعهم بشكل واضح تفضلوا سؤال الأول بعض الشيعة يحتجوا على أهل السنة بأنهم ينكرون على الدول الغربية تضييقها على المسلمين في دعوتهم إلى الإسلام ببلادها يحتجوا على أهل السنة بأنهم ينكرون على الدول الغربية تضييقها على المسلمين في الدعوة إلى الإسلام ثم هم يضيقون على الشيعة في التعود إلى مذهبهم في بلادهم من يضيق على من هنا؟ أهل السنة يضيقون على الشيعة طيب فكيف توجهوا هذه الشبعة؟ طيب خلينا السؤال الأول والسؤال التالي نعود إليك به تفضلوا الشيخنا بالنسبة لقضية الشيعة والسنة هذه القضية في بدايتها بدأت مجرد خلاف سياسي ثم بعد ذلك تأطرت أديولوجيا فأصبحت الآن خارجة تماما عن السياق الذي كانت فيه فقد عاش المسلمون سنة وشيعة طيلة تاريخ هذه الأمة وكان الشيعة دائما أقلية في الأمة الإسلامية ولم يضايقهم أحد ولم يظلمهم أحد وكانوا يعيشون مع غيرهم من المسلمين تحت سلطان الدولة الإسلامية التي كان يقودها إجارة من أهل السنة أما اليوم فقد جاءت الثورة الإيرانية وأرادت تصدير ثورتها بالإكراه والغزو فغزت كثيرا من البلدان وأرادت قهر الشعوب وإكراهها على الدخول في هذه البدعة والضلالة وما لديهم من الأمور التي فيها شركيات صريحة وفيها كفريات مخالفة للقرآن والسنة مثل القول بالراجعة بعد الموت ومثل القول بعدم عصمة القرآن وبأنه غير محفوظ ومثل القول بردة الصحابة جميعا إلا ستة وغير ذلك فهذه الأمور كفرية وهم يريدون أن نشرها بالإكراه والغصف فلا يحل لأي أحد قدر على منعهم من ذلك لأن هذا منكر يفعلونه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه أما ما يتعلق بالانكار على الغربيين في تضييقهم على المسلمين فهو أنهم يخالفون قاعدتهم ودينهم وقانونهم فالفرنسا مثلا عندها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقدس وعليه قامت الثورة الفرنسية ومع ذلك يتدخلون للناس في لباسهم وفي حرياتهم فهذا الذي ننكره ونحن ننكر عليهم تناقضهم لو أنهم أصلا قالوا نحن لا نريد حقوق الإنسان ولا نريد ديمقراطية ولا نريد عدالة حينئذين لن يكون الإنكار عليهم بهذا الوجه بقانونهم إنما ننكر عليهم تناقضهم بينا الواضحة بمقتضاء قولهم لا نرد عليهم إلا بمقتضاء قولهم جميلة